أدانت الحكومة المؤقتة الهجوم على مطار معيتيقة معتبرة الهجوم محاولة لتدمير المطار وتهريب الإرهابيين معربة في بيان لها تحصلت قناة ليبيا الحدث على نسخة منه عن بالغ القلاق على أرواح المدنيين الآمنين والممتلكات العامة والخاصة والتي تعرضت للخطر إثر الهجوم غير المسؤول على محيط المنفذ الجوي الوحيد في العاصمة رابلوس المتمثل في مطار معيتيقة دولي كما حذر البيان عن احتمالية تهريب السجناء الذين يتهم المئة منهم بالضلوع في قضايا إرهابية وفروا تحت وطيط ضربات الجيش من بغازي ودرنة محملة المسؤولية كاملة لكل من يقف خلف هذا الهجوم